أنتقل مع حضراتكم مشاهدين لخبر آخر قال الدكتور خالد وصيف المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري إن أعمال تدعيم جسر ترعة الصف مستمرة لليوم الرابع على التوالي وإن حالة الطوارئ التي أعلنها الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري ما زالت قائمة هناك حيث يقوم مهندسه الوزارة بمتابعة دورية لمصار الترعة بمتابعة دورية لمصار الترعة الذي يبلغ طوله 52 كم أضاف وصيف في تصريحات صحفية إن أعمال الترميم بتتم بنجاح تبقى للمواصفات الفنية وقد تنتهي خلال أسبوعين أي قبل الموعد الذي كان مقررا لها من قبل وهو ثلاثة أسابيع نظرا لساعات العمل الإضافية التي يقوم بها العاملون بالوزارة والجهات الأخرى التي تساعد في أعمال التدعيم لمزيد من التفاصيل هيكون معنا طبعا النهاردة الدكتور خالد وصيف المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري للحديث عن سبب الأزمة وكيفية تجنب تلك الأزمة في المستقبل قام الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي بزيارة اليوم لعزبة الجمال بمركز الصف بمحافظة الجيزة في جولة للإطمئناني على الأهالي وممتلكاتهم من عقارات وزراعات وماشية بعد حادث انشقاق جسر ترعة الصف وتعرض المنازل الغرق سيقوم الوزير بتوزيع مساعدات مالية لمائة أسرة بقيمة 2000 جنيه لكل أسرة إضافة إلى مساعدات عينية اشتركوا في القناة